اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وإذ قال إبغاهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولمت من قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا أنصر مدعوهن ياتينك سعيا واعلمن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة ننبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين حسبك السؤال الثاني اقرأ من قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لإن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أنظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون حسبك السؤال الثالث أقرأ من قول الله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم وجعل لكم السمع ولا بصار ولا فئدة لعلكم تشكرون ألم يرول الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود لنعام بيوتا وجعل لكم من جلود لنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعلكم ويوم إقامتكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا أساسا ومتاعا لا حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون حسبك سؤال الرابع اقرأ من قول الله تعالى كذبت قوم لوطن المرسلين كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليهم نجر لنجري إلا على رب العالمين أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيبنا لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليهم نجر إن جري إلا على رب العالمين أغفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين حسبك السؤال الخامس اقرأ من قول الله تعالى ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر ووهذه لنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم إن تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أهالهتنا خير نمهو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبدنا نعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لذكر لك ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين حسبك أحسن تبارك الله فيك أحسن تبارك الله فيك أحسن تبارك الله فيك شكرا